نشر طبيب التجميل والمتهم من قبل الإعلامية ريهام سعيد بأنه أجرى لها عملية تجميل فشلة قدت لتشويه وجهها فيديو عنده بتظهر فيه ريهام سعيد الفيديو اللي كتب معلق عليه عملية شد الوجه في مستشفى الدكتور نادر صعب في بيروت قبل وبعد وده بعد الجدل الواسع اللي أثرته ريهام سعيد خلال الساعات الماضية وأكد الطبيب المعروف بأنه سيلجأ لمقاضتها وأنه لن يتهاون بحقه وذكر إن تاريخ العملية الجراحية بيعود لشهر مارس 2023 وإن ما يعرفش هي ليه خرجت تكلم دلوقت وقال إنها جات واشتكت لي من أطباء تجميل شواه والشهة وبقى عندها عين أكبر من التانية فإن ده أثر على عدم وجودها في أعمال فنية وخلاها دايما بتبتعد عن الشاشة لأنها بتخاف إنها تظهر وكأنها إمرأة عجوز وأكد إنه تفاجئ بالمنشور عندها اللي بتتهمه فيه رغم إنه أجرالها العملية منذ عشر شهور تقريبا كانت بعدها بتظهر على شاشات التلفزيون والجمهور ما لاحظش أي شيء غريب في وشها أنت عملتني شطان ورفعتلي من هنا بص وشي مشدود من هنا في حد يشد وش حد من هنا